وصفة لامتلاء الخدود نفخ الخدود شكلها يبقى بارس حلو جدا وصفة تهد البشرة ترطبها كمان هتخلي ما فيش تجعيد نهائيا بجد الوصفة دي خيالية بجد وصفة حلو او لايكات واشتراك في القناة وفعله الجرس الوصفة سهلة وكمان مدتها اسهل ما يمكن يلا بينا نشوف الوصفة معايا بزور الكتان وبزور الكتان محاربة للتجعيد تماما يعني بيتوكس تماما طبيعي 100% هنا خدت معايا معلقتين من بزور الكتان مطحون انا عايزة مطحون كده سليم انا عايزة مطحون اللي في الازازة التانية اهو البرتماني التاني فياخد منه معلقتين مطحون انت بتتحنيه في البيت عادي جدا في المطحنة بيبقى حلو او هاخد منه معلقتين من بزور الكتان المطحون هبدأ اضيف عليه معلقة كبيرة من النشا او الكلن فلاور هي اخر معلقة كانت في العلبة فهي دي اللي هفضيها على ما اخسل بقى العلبة وابدأ اضبطها من جدي تمام معلقة كبيرة من النشا او الكلن فلاور تمام وقلبيهم في بعض قبل ما تحطي المكون التالت لان هبدأ ان انا احط عليها مية ورد مغلية بتحطي مية ورد في الكتل او في كانكة صغيرة كباية كده صغيرة جدا يعني ربع كباية مغلية على قدر كمية بتاعتك ما عنديكيش مية ورد حطي مية مكترة مية الورد مفيدة جدا جدا يعني ده اللي انصح به حطي مية ورد اللي بيبقى كويس قوي ليه حاطتها مغلية علشان الجل بتاع بزور الكتان ينزل في المية انا هسيبها منقوعة كده حوالي 5 دقايق بالضبط لحد ما تتقل معايا اتأكد ان الجل بتاع بزور الكتان كله نزل وهبدأ اضيف عليها بعد ما اصبتها 5 دقايق اضيف عليها معلقة من الحليب البودر معلقة صغيرة وقلبي كل المكونات دي كويس قوي بصوا بزور الكتان تقل معايا ازاي وبقى يتقلب بصعوبة شوية كده نزل لي كل الجل او البوتوكس اللي موجود فيه بزور الكتان الوصفة دي فوق الروعة قلبي بقى كويس قوي كده بصوا قوامها بقى كريمي تقيل شوية شايفين مفيش اسهل من كده هحط بقى المكون الجميل التحفة اللي بينفخ الخدود اللي هو زيت الحلبة هاخد منه معلقة صغيرة من زيت الحلبة على الخلطة وهنرجع لزيت الحلبة تاني يعني كالسة مخلصناش هحط بس معلقة من زيت الحلبة وهركن زيت الحلبة هقول لك هنعمل بها ايه تيم قلبي الوصفة كويس بقى قلبي بقى كل المجونات الحلوة دي مع بعضها زيت الحلبة من الحاجات الجميلة اللي بتنفخ الخدود بتفتح كمان بتورد الخدود فانت لو حبيت تعمل الوصفة دي حطيها على كل وشك معادة الانف اه مثلا عايزة ان شفيفك تبقى منفوخة حطي في شفيفك الوصفة فوق الروعة بصراحة دي تجربتي وانا جربتها عجبتني جدا انا قلبتها خلاص تمام وادقي بقى ادهني الوصفة بتاعتك على كامل وشك معادة الانف عشان ما يعني ما يتنفخش معانا الوصفة دي بستخدمها يوميا ما فيهاش اي ضرر كمان هتمحي التجعيد تماما ما فيش خطوط تعبيرية وبشرة مجدودة وما فيش كمان خطوط عند القورة العيون الشفايف بشرة هتبقى صفية طبيعية جدا لان فيها اجمل مكونات بجد تقدر تستخدميها يعني في امان يوميا ما فيهاش اي مشكلة لمدة اسبوع بابدأ ان انا ادهن الوصفة كده واسيبها نص ساعة من نص ساعة لساعة على البشرة باسيبها اكتر من كده مش هتديني اي فوضي اخرها ممكن ساعة وباسيبها على بشرة الحد ما تنشف تماما وابدأ ان انا اخسلها غسلة كويسة وهبدأ بعد كده ادهن من زيت الحلبة زيت الحلبة بقى الروعى بتاعي بجيب قطنا بتاعة لو ه بيازيلوا بها الميكب القطنا دي زي ما انت شايفها وابدأ يخذي من الزيت الحلبة بالشكل ده ويدهيني الخدود فقط الخدود والشفيف هتورد معاك الدنيا وهتفتح جدا وهتنفق المنطقة دي هيبقى الشكل طبيعي وحلوة اوي لو انت بطلتها هل الخدود هترجع زي ما كانت الاول لا مش هترجع افضل مستمر ري عليها لحد ما توصل لناتجها الحلوة بتنفق حلوة اوي اوي ومفيدة للخدود وللشفيف يارب بتكون وصفتنا سهل لو عجبتكم ما تجدوش تعملوه لايك وسبسكرايب وشير كمان عشان كله يستفاد وكلكم تستفادوا معنا ويا رب يكونوا الوصفة بتاعتنا النهاردة عجبتكم وبي باي